جبهات جديدة هذه الجبهات فتحت اليوم في العمليات العسكرية روسية في أوكرانيا أهمها بدأ الهجوم على أوديسا وتدمير مطار فينيتسيا بالكامل وبدأ خطوة جديدة من التقدم إلى كييف حذر الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء استراتيجيا هذا بينما دمر قصف صاروخي روسي المطار في فينيتسيا في وسط أوكرانيا وأظهرت صور متداولات دمارا شاملا في الموقع وجدد زيلينسكي في كلمة له بالمطالبة بفرض حذر جوي على أوكرانيا في جبهة أخرى أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقف ثاني محاولة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية والذي تحاصرها القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا هذا بينما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلطات أوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة وسط ماراتون من الاتصالات السياسية في محاولة لحل الأزمة وتفادي السيناريو الأسوأ ترجمة نانسي قنقر